في سياق متصل انتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات بالشرطة الاتحادية من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق مختلفة من كركوكا وكالة أوضحت في بيان لها أن هؤلاء الارهابيين مطلوبون للقضاء لانتمائهم إلى داعش وعملهم بما يسمى قاطع دجلة ونينوى مشيرة أيضا إلى ضبط ستة أوكار في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عدد من العبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة ومواد اللوجستية